تقول سيدة صالحة في بداية حياة الزوجية كان يحدث بيني وبين زوجي بعض المشاحنات ككل الأزواج فكان كلما حدثت مشكلة أو شجار بيننا يغضب ويخرج تاركا للبيت ثم لا يفارق باب العمارة إلا ويشعر برغبة شديدة في العودة إليه فيعود ويعتذر لي حتى وإن كنت أنا المخطئة وعندما أخبرني في إحدى المرات عن شعوره هذا كلما خرج من البيت غاضبا وعودته راضيا معتدرا قلت له هل تعرف السبب؟ بمجرد أن تخرج من الغرفة بعد شجارنا أبدأ في الاستغفار ولا أزال أستغفر حتى تأتي وتراضيني وبعد عشرة أعوام مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمري وعندي منه أربعة أطفال بنين وبنات فأظلمت الدنيا وبكيت حتى خفت على بصري وطوقني الهم فأبناء صغار وليس لنا دخل يكفينا وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا والدي وبينما أنا في غرفتي تذكرت الاستغفار ومفعوله السحري الذي كان يعيد زوجي إلي بعد دقائق من خروجه من البيت غاضبة وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجة ومن كل ضيق فرجة فأكثرت بعدها من الاستغفار وأمرت أبنائي بذلك وما مر بنا والله ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمة وتم تعويضنا فيها بملايين وأصبح ابن الأول على طلاب منطقته وحفظ القرآن كاملا وصار محل عناية الناس ورعايتهم وامتلأ بيتنا خيرا وصرنا في عيشة هنيئة وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي وذهب عني الهم والحزن والغم وصرت أسعد امرأة نعم إنها أعجوبة الاستغفار التي غفلنا عنها والذي قال عز وجل عنه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فيمن حرمت من الأولاد ويا من تريد الزواج ويا من تريد فرجا من الله للهموم التي ألمت بك ويا من ضاقت عليك الأرض من المصائب تذكر أن الله معك ولن يخيب رجائك بالاستغفار وأن جميع ما أصابنا من مصائب الدنيا إنما هو بذنوبنا والاستغفار له سر عظيم لأن الله تعالى يمحو به الذنوب التي بسببها نحرم الرزق والخير والسعادة فلنستغفر الله لتزول عنه وأبشروا بعدها بالفرج فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمعدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا داخل القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان وعلى أحد مقاعد الدرجة الأولى جلس رجل في الخمسين من عمره يرتدي الملابس الريفية وتبدو عليه علامات الوقار والاحترام وجلس بجانبه شاب في الثلاثين من عمره ثم جاء شاب وزوجته وكان يبدو عليهما أنهما حديث الزواج ليجلس بالكرسيين المواجهين للرجل الريفي والشاب وللأسف كانت الزوجة ترتدي بنطلون قصيرا وبلوزة تكشف عن ذراعيها وصدرها فجأ الزوج بالشاب الذي يجلس بجانب الرجل الريفي يرتكز بكوع ذراعه على عظمة فخذه واضعا ذقنه على قبضة يده في مواجهة الزوجة التي تجلس بالكرسي المواجه له ونظرة عينه مثبتة نحوها تكاد تخترقها لقرب المسافة وبصورة مفاجئة وأثارت غضب زوجها الذي قال للشاب احترم نفسك وعيب ما تفعله ليتك تدير الكرسي وتجلس أفضل من هذه الجلسة هنا تدخل الرجل الريفي وقال للزوج الغاضب أنا لن أقول لك أنك الذي يجب أن يحترم نفسه أو أن العيب عليك أنت لأنك وافقت لزوجتك على ارتداء هذه الملابس لن أقول ذلك لأنك حر حتى ولو جعلتها تمشي بدون ملابس ما دمت تقبل هذا ولكني سأقول أنك جعلت زوجتك ترتدي هذه الملابس كي تصبح فرجة وننظر إليها وها نحن نشاهدها كما أردت فلماذا الغضب إذن؟ يا بني ما تقبلته أنت أن يكون مكشوفا من جسم زوجتك من حقنا كلنا أن نشاهده وما سترته من حقك أنت وحدك أن تراه وإن كنت غاضبا لأن هذا الشاب قرب رأسه بعض الشيء فسامح لأن نظره ربما كان ضعيفا وأراد أن يحسن مشاهدته يا بني عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطبا لنار توقد بالدنيا كذلك النساء إذا تعرت أمام الملأ فقد يكون مصيرهن حطب جهنم والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء وهنا لم ينطق الزوج وألجمت كلمات الرجل فمه وحمر وجه زوجته خاصة بعدما تعالت أصوات الركاب إعجابا بالدرس الذي أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب ولم يملك الزوج إلا أن يقوم من مكانه ويأخذ زوجته ويغادر عربة القطار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فادي شاب في السنة النهائية بالجامعة وهو غير ملتزم وله بعض التصرفات التي لا تليق بمسلم وتغضب الله ورسوله مرض والده في أحد الأيام فجاءت عمته الملتزمة التقية لتطمئن على شقيقها ثم أصر فادي على توصيلها حتى بيتها وبدلا من ركوب تكسي كما طلبت عمته أصر فادي على ركوب حافلة مزدحمة واستطاع أن يجلس عمته على كرسي بينما وقف أمامها بجانب فتاة محجبة جميلة وعلى وجهها كل علامات التقوى وفجأة كعادته اقترب منها ولمسها وبمجرد أن لمسها وجد الفتاة وكأن صعيقة أصابتها حيث ارتعشت ونظرت إليه نظرة غاضبة لم يشاهد مثلها في حياته وقالت له بخوف وانكسار اتق الله ولأول مرة يشعر فادي بالذنب والندم حين قرأ في عيني الفتاة أن أحدا لم يلمسها من قبل فابتعد ووقف بجانب كرسي عمته التي شاهدت الموقف كاملا وهمست في أذنه لا بد أن تتوب وتترك ما أنت عليه فأنت لا تتحمل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل وبعد أن توقفت الحافلة بالقرب من بيت العمه نزل فادي وعمته وفوجئ بالفتاة تنزل أيضا وتسرع الخطى ورأسها للأرض فبكى وقال لعمته وهما في طريقهما للبيت نظرة هذه الفتاة التقية ودموعها جعلتني أتوب إلى الله وأستغفره عن كل معصية وأقسم لك أنني إلى أول مرة أشعر بالإيمان يملأ قلبي لذلك دعوت الله بإخلاص وقلت له اللهم اجمعني بهذه الفتاة أو بمن مثلها في دينها بالحلال وكم أتمنى من الله أن يستجيب لدعائي ابتسمت عمته وقالت له يقول الله في قرآنه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول رسوله الكريم أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله فأصلح قلبك واجعله خالصا لله يستجب لك وعندما تستعد للزواج تعال إلي وسأرشح لك من تحفظك وتعينك على تقوى الله عاد فادي إلى بيته وقد تاب عن كل معصية والتزم بطاعة الله وبدأ يدعو كل أمثاله للتوبة وبعد تخرجه عمل في وظيفة مرموقة وبعد عامين قرر الزواج فذهب إلى عمته لترشح له زوجة كما وعدته فرشحت له فتاة ذات خلق ودين وهي ابنة أعز جاراتها ففرح ووافق وبكل شوق ذهب ليراها وعندما نظر إلى الفتاة سقط أرضا من المفاجأة لقد كانت نفس الفتاة التي لمسها بالحافلة ووجدها تقول له والدموع في عينيها هل وافقت علي؟ وعندما قال لها نعم قالت له وأنا موافقة ثم قالت له يوم الحافلة دعوت الله لك بالهداية وأنت تكون من نصيبي لأني منذ صغري وأنا أدعو الله ألا يلمسني إلا زوجي وكنت أتعجب من زيارة عمتك لنا كثيرا ونصيحتها لي بالتأني وعدم استعجال الزواج لقد كانت تحجزني لك كما قالت لي منذ قليل واستطاعت أن تحقق أمنيتنا معا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله محب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر